اهلا بحقاكم مشاهدين الكرام حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي برنامج سياستير زي ما تعودنا كل أسبوع مجموعة الصور ورسوم الكاريكاترية اللي بتوصف كل أحداثنا وبتوصف كل واقعنا وأيضا بتوصف كل الأحداث المحيطة بنا سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم المهم إنها الأحداث الأبرز لكن بتنقل من وجهة نظر الرسام الكاريكاتير مجموعة من الخطوط مجموعة من الصور والرسوم إلا إنها بتكون كافية وجامعة معبرة عن كل تفاصيل الحدث بنفسر الأفكار والرسائل اللي بيبعد بها رسام الكاريكاتير ومع ضيوفنا في كل حلقة بنستنتج كل الاحتمالات اللي كان بيعنيها رسام الكاريكاتير حلقة النهاردة برحب في بدايتها بضيفي الأستاذ صلاح جازي الشاعر والكاتب الصحفي ورسام الكاريكاتير أهلا بحضرتك أستاذ صلاح أهلا بسيط بكل تأكيد الأسبوع الماضي وثلاث أيام للانتخابات الرئاسية أكيد مجموعة من الصور والرسوم بتاعت نهاردة هتكون بتستعرض المشهد ده هنبتني مع بعض تفضل إفهم الحقيقة أنا بتذكر أغنية للسيدة أموك لسوم صوار مع البطل اللي جابه القضر رفعنا رصنا الفوق لما ظهر فدي طبعا يعني حاجة يعني هدية القضر بعتنا الرئيس صحيح يعني حد استلم بلد شبه دولة بالضبط وأعاد بناءها وده تترصد وشهد على مستوى الجميع أن اللي تم في أربع سنين هو كان ممكن أن يستغرق عشرات سنين عشان يتم وده أكيد يمكن الشعب المصري كله شايفه بوعي ومقداره يعني ده آآ آآ معجزة على أي مقياس آآ الرئيس بازل جهد خارق يعني إحنا أحيانا معلش بنشرك عليه من المجهود الخراف اللي بيعمله داخليا وخارجيا لإعادة بناء مصر واستكمال النهضة للمصري سباق مع الزمن وسباق مع التحديات وسباق مع مؤامرات في الداخل وفي الخارج وعلى كل الأصائد عموما هنبتلي مع أول صورة عندنا النظر يا سيد صلاح وهي توصيف زي ما قلت لأيام ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين انتخابات رئاسية مرشحية الرئاسة واللي فاز بها الرئيس عبد الفتاح سيسي بولاية سنية طبعا جميل أن يبقى فيه انتخابات وليس استفتاء أن يبقى فيه اتنين مرشحين والشعب يختار بحرية الرئيس الذي يريده في السنوات الأربعة المقبلة وهي ان شاء الله تكون سنوات الحصاد للمجهود ولما بزل من كل الجهات الوطنية والمؤسسية هايبان على في الاربع سنين اللي جاية خير كتير هيظهر نتيجة ما تم في الاربع سنين اللي فازت ان شاء الله هنروح معنا لصورة تانية برضو هو الحقيقة التركيز كله كان على رصد أحداث المشهد الانتخابي والعرس الديموقراطي اللي تم وزي ما تحرق شايف في الصورة التانية المعانا كان المرشح موسى مصطفى موسى كان بيدلي بصوته في الانتخابات برضو شايف ايه في الصورة دي سالحه والله انا شايف طبعا في ممارسة للحقوق الديموقراطية الانتخابات طبعا هي آلية من آليات الديموقراطية اللي بيتبع من خلالها انتخاب الرئيس وده طبعا أحد المرشحين اللي كان نازل في الانتخابات وراح هو بنفسه برضو قدل بصوته والحقيقة هنستعرض النهاردة ان شاء الله كل المسؤولين اللي أصروا على انهم يروحوا ووقفوا في الطوابير خاضوا كل ما يحوضوا المواطن من مشاكل الإدلاق بالصوت تاني صورة معنا هتكون الرئيس عبد الفتاح السيسي هو ايضا كان اول من بضره في اول يوم عشان الإدلاق بصوته يعني انا بشوف جدية في العملية الانتخابية ولذلك الرئيس بيحرص انه هو يروح يضلي بصوته ما هو ممكن ما يروحش ما فيه يعني ناخبين كتير لكن طبعا دي بيدل على الجدية والإصرار ان يتم العملية الدموقراطية وبيدي مثل للشعب والناس ان هم يروحوا ينتخبهم بالظبط يا دايما يعني احنا بلاحظ دايما مع الرئيس عبد الفتاح السيس تحديدا فكرة القيادة والقدوة بالظبط يعني مع القوات المسلحة مع الناس التبسط والتواضع المبادرة دايما تقديم الشباب والأفار نشوف كتير كمان من الحالات الإنسانية اللي بتظهر قدامنا على الشاشات ونشوف هو بيعمل ايه مع الناس اللي لهم مشاكل وعندهم ظروف يعني بالظبط ممكن عشان كده زي ما بتقول حديك بالظبط هو أول من بادر بالإدلاق بصوته الصورة اللي جاية معنا الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا وهو بيضع الصوت اللي قادلة به أو الورقة الانتخابية فيه صندوق الانتخابات برضو كل حركة وكل موقف كان مرصود وطبعا الصندوق ده بيعبر عن إن فيه حاجة جيدة بتحصل في مصر إن فيه انتخابات نازيهة إن فيه سرية تامة في الأصوات بنحط الصوت جوه وبعد كده طبعا القضاء بيتولى فرز الأصوات ويحتسب الله وده الصندوق الشفاف يعني ده صندوق الشفاف طبعا أنا رحت الانتخابات وشفت وقدرت بصوتي الصندوق الشفاف اللي جاية منظمة جدا ما فيش حتى يعني أي مشكلة تقابلكون تلافل تنتخب ده مشهد اللي جاية ده الحقيقة طول حديث عنه وحنتكلم عنه بس اسمح لحلقة نخرج فاصل مع مشاهدينا فاصل قصير نعود إليكم نتابع حلقة سياستير تابعونا